الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين مشيرا إلى الثواب تراصخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعادة لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترصيخ الأمن والاستقرار جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني كما أعرب الرئيس السيسي عن حرس مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وأيضا الإصراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين وفقا لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعذد التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار ألية التعاون الثلاثي مع الأردن كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة والحرصة على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبو ظبي محمد الشمسي وبحضور رئيس مجمس الوزراء مصطفى مدبولي وأصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بعد اللقاء تناول مناقشة أفاق التعاون المشترك مع مجموعة مواني أبو ظبي لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ حيث أعرب محمد الشمسي عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر في ظل ما تتمتع به مصر من مقاومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا وصف الرئيس الأوكراني فلودامير زيلنسكي المعارك الدائرة بمدينة بخموط شرق أوكرانيا بالمؤلمة والصعبة وأشهد زيلنسكي بشجاعة الجنود الذين يقاتلون الجيش الروسي في شرق البلاد مشيرا إلى أن الحرب تسببت في خسائر فادحة وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت أن القرى الوقاعة شمال وغرب بخموط تعرضت لهجوم عنيف مشيرا إلى أن قوات الروسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية في بخموط تنظم غدا النقابات الفرنسية تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطعات استراتيجية لإرغام الحكومة على تراجع عن مشروعها الخاص برفع سن التقاعد ومن البنود الرئيسية في التعديل الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرو إقراره رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما وهي النقطة التي ترتكز عليها الاحتجاجات ودفع مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ ملايين الفرنسيين إلى النزول للشارع وأثار مناقشات صاخبة في الجمعيات الوطنية الفرنسية اندلعت صدمات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا خلال تجمع احتجاجي بعد كارثة القطار في اليونان التي أودت بحياة 57 شخصا وألقى متظاهرون زجاجات ملطوف بما ردت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسايل الدموع وقنابل صوتية في وسط العاصمة اليونانية ومنذ اليوم التالي للحادث نذل نيو يونانيون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم متهمين سلطات بالإهمال وتظاهر البنية التحتية للسكك الحديد تكشف الحكومة البريطانية ثلاثاء النقاب عن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إليها من أوروبا عبر القنال الإنجليزي وأوضحت مصادر بالحكومة البريطانية أن القانون الجديد المقترح يعني الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها من يصلون على متن مراكب صغيرة وسيتم نقلهم إلى دولة ثالثة في أقرب وقت ممكن وزاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السحر الإنجليزي إلى أكثر من الضعف في العامين الماضيين وكانت معالجة هذه القضية واحدة من خمسة أولويات رئيسية حددها في يناير الماضي رئيس الوزراء ريشي سوناك ختام مجاز الثامنة فاصل ونود لحظتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر